نركز بكل مطش أكنه نهاية ناخد الدوري عادي ما حصلت قبل كده كذا مرة وخدنا الدوري خدنا الدوري ساعتين ورا بعد في ظروف صعبة وكنا بعيد في سنة أنا فاكر كنا بعيد بعيد قوي وخدنا الدوري كده كده الفرق التانية كلها تقع ده طبيعي بس أحسن حاجة أنت ما تقعش تحاول تكسب كل المطشات 17 مطش أو 18 مطش تكسبهم كلهم تاخد الدوري أنت كلمتيني بقى على السوبر الأفريقي وده سوبر حقيقة وموت طبعا ضرب نار للصباح الباكر زي ما بيتقال زي مالك وأهلي وزي مالك وأهلي في نطاق السوبر الأفريقي مهاش لا في نطاق السوبر المصري وله نهائكس مصر وله أي حاجة أنت شايف المباراة دي إزاي أنا شايفها بالنسبة لي طار إحنا خسرنا طبعا طار بالمعنى الحميد يعني أنا عايزة جيد حقك خسرت بطولة من الأهلي أنا نفس أكسبهم البطولة الجاي ماشي خسرت بطولة من الأهلي أنت كده بتكلمنا عن نهاء القرن لا الأخر بطولة اللي إحنا كنا في السعودية ماشي تكلمنا عن كاس نهاء الكاس دي أخر بطولة أيوة نحن أكسبنا في الدوري بس أنا نفس أكسب بطولة بطولة وسط بطولة أنا بحب كده وأغلبية اللعبة كده أنتوا تكلموا مع بعض طبعا والله طبعا والله كنتم مستنين الأهلي كنت عايزة الأهلي يكسب الدوري أبطالة إفراخية أنا أنا كفتوح آه والله كنت عايزة الأهلي آه والله ليه بقى عشان أكسبهم عشان تكسبهم طب وإذا الأهلي كسبهم ماشي ما هو طبيعي إن الكرة ما كسبه أخسارة ماشي أنا برضو تاني أنا بشدد على أنت تقصد المعنى الحميد لفكرة التار في الكرة أنا عايز أجيب حق يعني الكرة طبعا عايز أجيب حق صح الهبة الكروية يعني فكرة الهبة الكروية نهاية الكسب كانش حلوة ليه الماتش ده ما بيلزش لي ما لزش لي أنا فاهم يعني ماتشات أهل وزمالك آه كده كده إحنا إحنا الاتنين عملنا حساب لبعض آه فالماتش ما بيطلعش أحسن حاجة ده طبيعي بالنسبة لي ستين أربعين ستين زمالك أربعين أهلي ده علشان انت نجم من نجوم نادي الزمالك ولا ده علشان في أفضلية انت شايفها يعني آخر ماتش السقة زادت شوية قبل الماتش ده الكاس مصر اللي ما تسبونا هم طبعا أعلى إحنا ما تسبناه في الدوري وإحنا كنا في ماتش الكاس أنا كفتوح أنا شايف إن إحنا كنا أحسن آه هم طبعا جابوا جنين بس إحنا كنا طول الماتش مستحوزين وكنا أحسن وضيعنا ماتش الدوري ربنا وفقنا فأنا أحس إن إحنا إن شاء الله هنكسب الماتش الجاف